إن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله فعلى كل مسلم مكلف أن يحافظ عليها قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا لها أوقات والصلوات المفروضة خمس وهي صلاة الصبح ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق وهو بيض يظهر في عرض الأفق الشرقي وينتهي بطلوع الشمس صلاة الظهر ويبدأ وقتها من زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب وينتهي بدخول وقت العصر صلاة العصر يبدأ وقتها إذا صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء أي عندما كانت الشمس في وسط السماء وينتهي بدخول وقت المغرب صلاة المغرب يبدأ وقتها من مغيب الشمس وينتهي بدخول وقت العشاء أما العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر اللهم اجعلنا من الذين يؤدون الصلاة في وقتها وعلى تمامها